اشتركوا في القناة ولا شكلك الرئيس بأن هذا الأسبوع كان أسبوع حافل في إعادة النقاش في الرأي العام حول إمكانية وقدرة الدولة على إصلاح التعليم خاصة بعد ما أقر وزير التربية بتنفيذ البصمة على المعلمين وأنا اليوم مو في صدد أني أتكلم مع هذا القرار ولا ضد هذا القرار أنا لي تصريح أني داعم لهذا القرار لكن الإشكالية الأكبر واللي يثبت ردة الفعل على مثل هذه النوع من القرارات بأن معوقات إصلاح التعليم الحكومي أشبه بالمستحيل إذا كان قرار تنفيذ البصمة لاقى كل هذه الردود الفعل فما بالك بإصلاحات جوهرية للتعليم للتعليم الحكومي ونتلمس هذا الأمر بفقدان الأمل بالتعليم الحكومي لما نشوف قيادات الدولة منهم وزير التربية على سبيل المثال لما تسئله وتقول له عيالكم وين يقول لك في التعليم الخاص وهو وزير التربية ما هو وزير التربية الحالي كل وزراء التربية السابقين وجهوا سؤالكم لرئيس الوزراء سئلوا وقلوا له وين أحفادك يدرسون كلهم دراح تلقونهم في التعليم الخاص فلما أنت تشوف قيادات الدولة ما تودعيالها مدارس حكومة وتتجه إلى الخاص هذا مؤشر ودلالة واضحة ويقينية وصريحة بأن لا يوجد رؤية ولا إيمان بأن التعليم الحكومي في لا أمل المشكلة الأكبر لخل رئيس لما نروح ونتكلم عن التعليم الخاص في أمر خطير جداً قاعد يترسخ في المجتمع بأن من يملك القدرة المالية هو من يمكن أبنائه في الدخول للمدارس الخاصة وأولى مؤشرات انهيار الأمم في أي مجتمع وفي أي دولة في العالم لما تبدأ فجوة التحصيل العلمي على من يمتلك قدرات مالية أكبر أهلك عندهم خير تروح مدارس خاصة ويكون تعليمك أحسن أهلك متواضعين مادياً تحصيلك العلمي يكون أسوأ هذه بداية مؤشرات انهيار الأمم واجب علينا أن نبادر ونقترح ونطور مؤسساتنا التعليمية في اتجاه أن ابن الأمير وابن الوزير وابن التاجر وابن الفقير يكونون في نفس الفصل الدراسي الوحد هذه بداية نهضة أي دولة من الفصل الدراسي نفسه إذا كان في عدالة ومساواة في التحصيل العلمي بغض النظر لأي طبقة اجتماعية أنت تنتمي لها هنا تبدأ مؤشرات نهضة الدول وتطورها وهذا مع الأسف مقعد يحصل في الكويت قد يكون في فوارق بين المجتمعات وأنا رجل يعني أتكلم بشكل مستمر وأنشد الدولة الرأسمالية قد يكون في هناك فوارق بحجم البيوت بين المواطنين بأنواع السيارات بين المواطنين بمستوى الرفاهية والترفيه بين المواطنين هذا مقبول والدول الرأسمالية لا تمانع هذا الأمر ولكن الفرق في التحصيل العلمي والتعليم لا يجب أن يكتقون هناك مفارقة على حسب مدخولك يجب على جميع فئات المجتمع أن يتم تمكينهم بنفس التحصيل العلمي حتى فرصهم الوظيفية تكون متساوية حتى مستقبلهم يكون أفضل لكن الواقع الذي نحن نعيشه اليوم مع الأسف عكس ذلك فممكن أن يأتي شاب مشتهد وذكي لا يحصل له تحصيل علمي جيد وبالتالي الفرص الوظيفية تكون محدودة أو بالأحرى معدومة وبالتالي يكون مستقبله سيء جدا أنا وجهت سؤال لوزير التربية سؤالي كان بشكل بسيط كم عدد المدارس المهجورة في الدولة المهجورة اللي ما هي مستخدمة متروكة على حالها الإجابة كانت بأن في الكويت عندنا تقريبا ثلاثة وثلاثين مدرسة حكومية مهجورة هذه المدارس موزعة على المحافظات الست كل أنا أقترح على الحكومة بأن تمنح هذه المدارس المهجورة أصلا إلى القطاع الخاص يطور القطاع الخاص هذه المدارس ويتم ابتعاث الطلبة في هذه المدارس على حساب الدولة كما هو معمول اليوم في الكويت مع الجامعات الخاصة المواطن له خيار يقدر يروح جامعة حكومية بالمجان ويقدر يروح جامعة خاصة على حساب الدولة أتمنى توسيع هذه الفكرة على التعليم بشكل عام شنو الأهداف اللي احنا نبي نحققها أولا وفر على الميزانية العامة متوسط تكلفة الطالب في مرحلة الثانوية على سبيل المثال على سبيل المثال توصل لي 8000 ولا 9000 دينار لكن لو يروح للتعليم الخاص راح تكون تقريبا 4000 دينار تعزيز المنافسة وتحقيق العدالة بحيث كل أطياف المجتمع يكون لهم الحق والفرصة والقدرة أنهم يتعلمون في التعليم الخاص النقطة الثانية عشان نرفع من كفاءة وجودة التعليم وأن لا يكون الأمر مجرد يعني مشروع تجاري بهدف الربح أن أربط الابتعاث في هذه المدارس الحكومية بحسب مخرجات المدرسة نفسها وأن نأتي بشركات تدقيق وتقييم عالمية تقيم هذه المدارس فلو افترضنا على سبيل المثال مدرسة خاصة حصلت في تقييمها على ثمانية من عشرة يتم ابتعاث لها ثمانين طالب تقريباً ولو حصلت مدرسة أخرى على تقييم أعلى تسعة من عشرة يتم الابتعاث لها تسعين طالب فأربط جودة التعليم مع الإراد ومع الأرباح حتى يتنافس القطاع الخاص على زيادة جودة التعليم حتى يستفيد من زيادة عدد الطلبة وحتى يستفيد من زيادة الإراد وبالتالي يستفيد من زيادة الأرباح بل نذهب لخ الرئيس إلى أبعد من ذلك من ضمن المقترح أن تدرج هذه المدارس في البورسة حتى نمكن أولياء أمور الطلبة ونمكن المواطنين من أن يكونوا شركاء وملاك في هذه المدارس ويكون أصحاب قرار في السلم التربوي ليس مثل ما هو حاصل اليوم إذا تحققت هذه الفكرة لخ الرئيس نكون قد ساوينا كل طبقات المجتمع في داخل الفصل الواحد كلهم أصبح أصبح بإمكانهم أنهم يتعلمون في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية موجودة حق من يريد أن يتعلم في المدارس الحكومية مثل ما هو موجود في الجامعات وفرنا على الخزينة العامة نصف التكاليف اللي اليوم نحن قاعد ننفقها على التعليم السيء عززنا بيئة تنافسية حتى تتنافس هذه المدارس لتطوير التعليم في الدولة عززنا الشفافية في السوق عبر إدراج هذه المدارس وتمكين أولياء الأمور من أنهم يكونون أصحاب قرار في الدولة حرس لخ الرئيس أن هذه المبادرة وهذه الفكرة وهذا الاقتراح تكون من ضمن ردي على الخطاب الأمير لا أن يقدم كمشروع قانون أو اقتراح برغبة حتى ترفع هذه التقارير تقارير الردود على الخطاب الأميري للقيادة السياسية وللحكومة لأن هذا المشروع لا يمكن لنائب أن يبادر فيه بنفسه كقانون أو كاقتراح أن ما يجب أن يكون مشروع دولة تباركه القيادة السياسية وتتبناه الحكومة والبداية تكون في مدارس مهجورة أصلاً إذا نجحت هذه التجربة ممكن أن نتوسع على المدارس القائمة وإذا لا سمح الله لم توفق فما في ضرر لأن أصلاً هذه المدارس غير مستخدمة شكراً لخبرك